ها هو مجلس التعاون الخليجي قد بلغ أشده من الحكمة وبلغ أربعين دورة حتى إذا جاءت دورة الرياضي هذه قالت الشعوب ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك على هذا المشهد الخليجي الموحد أعمال الدورة الأربعي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اختتمت اليوم بقصر الدرعية في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحضور قادة ورؤساء وفود دول المجلس الملك سلمان خلال كلمته أكد أن المجلس منذ تأسيسه وهو متغلب على كل الأزمات وليست إيران ومشاغباتها في المنطقة بعصية على الصف الخليجي الواحد كما ثمن الملك سلمان جهود الأشقاء في اليمن للتوصل إلى اتفاق الرياض وفي البيان الختامي أشهد المجلس بجهود أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الأعضاء كما أشهد المجلس بنتائج مؤتمر الأمن والدفاع والذي أكد على الموقف الموحد ضد الاعتداءات الخارجية كما استعرض المجلس تطورات العمل المشترك لتأكيد أهمية الحفاظ على مكتسبات هذا العمل وقد اطلع المجلس أيضا على ما وصلت إليه المشاورات بشأن اقتراح الجانب السعودي الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد